اشتركوا في القناة اللقاء اللي صار بين إديس فرنسيس والسلطان الملك الكامل اليوم بدأ نحكي عن هيدا اللقاء اللي صار بترابلس أبونا تنقدر نفهم أول شي ليش صار هاللقاء حلو نعرف اللقاء اللي صار من 800 سنة بين إديس فرنسيس والسلطان الملك الكامل لما أجهر فرنسيس جربت لات مرات يوصل على الشارق لحتى يجي يبشر بيسوع المسيح الأشخاص اللي موجودين بالشارق بأي يسوعك الجي بشير؟ هذا الحديث اللي كان فيه فرق بين المسيح طبعا الصليبية اللي كانوا عم بيه فاتين بهجوم للأسف اللي كانوا عم بوصلوا مسيح العنف وبينما إديس فرنسيس إجي وصل المسيح الرحوم المحب وبالتحديد مثل ما كان هو دايما نقول الحب اللي منه محبوب وهاللقاء صار بدوميات مع السلطان ومن بعد ما أكل قتلي من يعني أجه أول شي مع الصليبية بوقتها وحمل الحملة الصليبية كانوا ووصل على الشارق من بعد ما عمل مشكلة طويل عريض مع المسؤولين عنه بالحملة بيترك الإديس فرنسيس الصليبيين وبينطلق إلى اللقاء الملك وطي وصل بالنهاية عم بيحكي تلييني وهون بل ما بيعرفوش فالسلطان سلطان ما عطوا قتلي من هون هو خيو يلي كان معو فرق اليمناتي ولبالآخر وصلوا عند السلطان وصار اللقاء هلا كيف نحكى شو بأي لغة صارت الخبرية ما حداش بيعرف غير الإديس بونافنتوري يلي بيخبرنا أنه صار اللقاء بطريقة كتير ودية الإديس فرنسيس إجا عم بيبشروا بهالمسيح يلي تعرف عليه الإديس فرنسيس وعشقوا لدرجة بشتبعية بنحكي عن أصداء اللقاء المميز اللي حصل كمان بترابلوس وهو كمان الوثيقة يعني الإنسانية اللي حكي عمنا لأديسة البابا فرنسيس رأس الكنيسة الكاتوليكية اليوم أبونا بدك تشرح لنا أكتر أنه ترابلوس حملة شعلة هالسلام أكيد مع العيلة الفرنسيسية اليوم أنتو ماشيين على هالخطأ البابا فرنسيس؟ هلا هو كان هذا هدف اللقاء إنو نكون عم نريجع نحنا اليوم كيف كالبنين اللي هو وطن العيش المشترك مثل ما بيقول عنه البابا يوحنا بولستاني وطن الرسالة كيف نحنا اليوم عم نعيش ولما كنا عم نختار بكعائلة فرنسية وما بدنا نعيد السنة الإديس فرنسيس كان الاختيار هو على ترابلوس لأنه في عنا دير أول شي للفرنسيسكين بترابلوس وقلنا أنه حاله ينعمل شي مميز بهالمناسبة ويلي قررنا نعملو أنه متل ما عرفنا بشباط صار في اللقاء بين اليديس فرنسيس وشيخ الأزهر وعملو الوسيئة وهلأ لازم نحكي عن الوسيئة شوي لأنه هي أصلاً كانت موضوع اللقاء يلي صار بترابلوس خلينا نعمل شي نحنا كمانا كفرنسيين رسل السلام بقلب لبنان واخترنا ترابلوس يلي كمانا يقال إلى قلعة المسلمين مثل ما بعض المطارح ولكن ما لازم ننسى كمانا أنه هي عندها تاريخ مسيحي كتير عريق وقصيل ولها السبب إلنا بنعمل بقلب لترابلوس ما العناوين رتكستوا علي من الوسيئة الإنسانية أبونا؟ مبدعيا كل شي كل شي من الوسيئة الإنسانية رتكستوا عليه؟ كل شي وهلأ بنحكي شوي عن النقاط لأنه ضروري نبلش اليوم بلبنان نعيش هالقصص لأنه للأسف صاير لبنان بعده وطن الطواقف كنت قاعد عم بسمع أنه جاي على تاريخ الميار أنه بدي اسمع بعض أشخاص عم بيحكوا عن مواطنية بش طواقفية صح أنه أنا وين كمواطن وهيدا حكيوها حكيها بالوسيئة البابا وشيخ الأزهر لأنه كلنا بدنا بالنهاية السلام بس كل واحد عم جاربي فمعه طريقته تسلحوا بالدين ونسيوا أساس الدين يلي هو بدي على السلام إن كان الإسلام إن كان المسيحية فنحن مدعوين أن نكون مثل ما بتقول الوسيئة أننا نحن المؤمنين بالله وبلقائه وبحسابه من منطلق مسئولياتنا الدينية والأدبية وعبر هذه الوسيئة نطالب أنفسنا وقادة العالم فإذاً نطلقوا من حالهم مثل ما نحن نبلش كمان نحن من حالنا لحتى نكون صنع سلام واللي صار اللقاء بترابلوس صار خاصة طاولة الحوار اللي صارت مع أربع شخصيات مراكزهم بلش اللقاء مع السفير البابا وي بنا نختصر شوي كل العناوين اللي ارتكزوا عليها الشخصيات رح نحكيوهم من خلال الوسيئة من خلال السياق لأنه أغرب الاشياء ما معتمد علي من الوسيئة من الوسيئة ومن كلامهم هنهنية اللي حكيوه ما كان فيه خبرة شخصية مثلا فيه خبرة شخصية من بالك إن كان المفتي يلا تخبرك بس مين كانوا الشخصيات الرئيسية أولاً أكيد المطران جوزيف سبيتيري اللي هو سافير البابا وفي لبنان صحي اللي شدد أنه عاهمية دور العيل الفرنسية بلبنان كمانا وكأصداق للكوء اللي صار بين البابا فرنسيس والشيخ الأزهر ورحب كتير بالفكرة المطران جوزيف سبيتيري اللي حكي شوي عن اللي صار بينتهم أنه عايشوا خبرة ألم وفرح بنفس الوقت مع بعضهم يعني اللي حقيقية اللي منشوفها بين شخصين يمكن ما منشوفها هيك بين خيين يمكن بين خيين صحي فهولي الشخصيات الرئيسية أكيد كان فيه الرؤسة العمين الفرنسيسكين كان فيه شخصيات من ترابلوس كان فيه خلال النهار كمانا بنفس الوقت بقلب ترابلوس كان فيه جماعات من كل التواقف عاملين لقاء كمانا على أصداء الوسيئة كمانا خلال النهار كله سواء شباب والصبايا كانوا مجتمعين لحتى يفكروا كمانا وعملوا تعهدات كمانا بآخر بدنا نحكي عنه خاصة من خلال العلمانيين يعني من خيب بآخر الإداز أنه كيف نحنا معا على أصداء هالوسيئة يلي كانوا عم بيطالبوا فيها كيف نحنا بدنا نعيش اليوم كمسيحيين ومسلمين وكمختلف طوان أبونا رح نتوقف بع بعض الصور خلينا نشهد بعض الصور اللي صار بيترابلس عن النشاط اللي قمتوا في بيترابلس أبونا يمكن هلأ في مشكلة بالصور عم تقلي المخرجي إيلا بعد شديئة بيجعوا بينعراضوا إذا بدنا نحكي عن الوسيئة الإنسانية اللي صارت مع الباب فرانسيس ميه المقدمة أول شي طبعا ملفت جدا أنه كانت فيه تحت تحضيرات مش يش داكة فجأة وبيقول البابا فرانسيس والشيخ الأزهر أنه هيدا نتيجة لقاءات حبية وهدفهم أنه يتلاقوا بالإنسان فأذن أولوية الإنسان ليس أنك اسمها الأخوة الإنسانية أنه كنا أبناء كان في حضور لافت نعم كنا أكثر من خمسمائة شخص موجودين بقلب ساحة الدار بساحة الدار نعم هنا على طاولة الحوار مضبوط على الشمال نشوف المتران سيزار سفير الباباوي مفتو ترابلس والمتران جورة وجاودي ها حدثك أبونا وحزا ما اسمنا أصداء أنه كان كتير لقاء هلا بنا نحكي عن الأصداء مطولا كان في حضور لافت من العلمانيين يعني هالحضور نعم كانوا من ترابوس ولا إجروا من بيروت لا جاي من بيروت كنا تقريبا حوالي العشر بواسط كنا رحنا معك أبو كنا عشر بولمن تقريبا تلاقينا من مختلف المنات بالأداس الاحتفالي ويعملنا أداس احتفالي احتفال في سيات المتران وحكي أبونا عبدالله نفيليل اللي هو خادم الحراسة عننا بالوعظة وكان في بالآخر راكة مثل تشين لشخص مار فرانسيس كمان رسول السلام ولقاء أكيد محبة جمع الكل كم كان صدى هاللقاء أبونا؟ صدى اللقاء أنه نحن لازم نبلش نطلع شوي من تديوننا من القوقعة حوالي؟ تديوننا يعني إذا منيجي منطلع اليوم بلبنان للأسف متل ما كد عم بقول بالأول أنه بلد التواقف صار لازم نبلش نحكي أبما نحكي أنت مسلم أنا مسيحي وأنا ماروني وأنا لاتيني وأنا سني وأنا شيعي لازم بدش أحكي أنا لبناني هيدا أول شيء كأشخاص وهذا اللي بتدع عليه الوسيئة أنه نشجع على المواطنية نشجع على العدالة وتوزيع الثروات الطبيعية لأنه كمان عم تكون حكر على أشخاص معينين أو نسبة معينة من الأشخاص حكيت الوسيئة عن الأسرة ودور العيلة يعني كمان شفت مبارع فيديو عن بنتان صغار خمس سنين وست سنين أنا بنتمي للحزب الفلاني وأنا مبطيقها ودولي طب ليش بدي أنا بعيلة ربي على الحقد على الحقد ياريت بس طبعية على الحقد من هيوة صغيرة طب ليه؟ فدور الأسرة كتير مهم كمان بتشدد على الوسيئة على كمان توضيح الحس الديني لأنه صغيرة عم يطلع فتاة وإن كان عند المسيحية وإن كان عند الإسلام بشوف كمان حتى عند المسيحية أحنا ما أقول بس أنه عند الإسلام التطرف الإسلامي صح في عنا تطرف مسيحي للأسف بش مقبول بقى أنه أنت البروتستانتي أو أنت ال لا بش مقبول بقى نحكي هيك بدنا نحكي أولا إنسان تانيا نحنا نؤمن بمسيح واحد إذا بدنا نحكي كعلى سعيد المسيحي ولكن كلنا بدنا نطلع بالإنسان وهذا كمان بتشدد على الوسيئة أبونا بس هل بيص هاي دي مظلومة تربوية بده تغيير من قصصها يعني إحنا هاي دي أنت بتعرف يعني بلد بلد طائفة وين بتشوف بعد في ناس فعلها بتحكي بالمحبة الإنسانية؟ يعني شفنا المجتمع المدني شوي كان عم يحكي بالطريقة عم يدخل؟ جينا قاموا لأيامه على مجتمع المدني لو ياريت بكون المجتمع المدني عنا ماشي على نظام حقيقي مدني لأنه بيلغى دور إذا بدنا نقول الدين من المحسوبيات وبيعط الكافئات هيدا المجتمع المدني إذا بدنا نحكي للأساس وهيدا اللي كمان بتحكي عنه الوسيئة ما عم بجيب شي يعني إيه سعيح هيدا الوسيئة إن الوسيئة طرقت لكل شيء طرقت للحياة يعني بيحكي عنه أنه كيف نحنا كأشخاص ضروري نكون عم نفكر كمان بالحياة لأنه بتحكي عن الإبادات الجماعية العمليات الإرهابية التهجير القصري المتجرة بالأعداء البشرية الإجهاد والموت اللارحيم مثل ما سموه لأنه بيقولوا عنه الموت الرحيم لا هو الموت اللارحيم لا بيعتبروا الموت الرحيم هو بيعتبروا الموت الرحيم أنه عم بيساعدوها الإنسان أنه يتخطى ألمه لا هو لا رحيم لأنه أنا ما إلى حق أنه انهي حياة انهي حياة لأنه الله عطاني الحياة والله بيستردها كمان بيحكي بالوسيئة عن استخدام اسم الله لتبرير أعماله إن كان عند الإسلام وإن كان عند المسيحية للأسف وشفناهم بمشروع ليلة وصورة اللي عملت ما بين تطرف اللي صار وما بين الحريات اللي عم يطلبوا فيها مية بالمية أنه الحرية بدأ تكون حرية مسؤولة حرية تحترم الآخر أبونا صارت الحرية فلتان يعني كل واحد يفتح على حسابه بيقولك تحت شعار الحرية الحرية إذا ما كانت مسؤولة أبونا واحترام الآخر إذا ما كانت عم تحترم من خلال حريتك الآخر وطاقفته وعقاقده ودينه هل أصبحت حرية؟ أكيد لا كمانا بالطرق لجملة بلش فيها سيدنا سيزار باللقاء بيقول بيستشهد بك نص قيين وهبيل أين أخاك؟ صحيح حريةك ما تسمح لك تتخطى كمانا خيك وتقتله ولا تلغي بالنهاية خيك هيدا خيك اللي الله عطاك ياه فمن هون انطلق بالأخوة الإنسانية اللي عم نحكي عنا أنه أين أخاك؟ ونوها الخي مما كان يكون حتى لو كان يمكن من غير إموبي ولكن الله هو الخالق الله هو يلي كمانا مثل ما بتبلش فيها الوسيئة باسم الله الذي خلق البشر جميعا متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة ودعاهم للعيش كأخوة فيما بينهم بينهم ليعمروا الأرض وينشروا فيها قيم الخير والمحبة والسلام شوفها الجملة اللي ببلش فيها مرة بعدين بيستشهدوا بجمع من الكتاب المقدس ومن القرآن الكريم يلي بيحكوا عن السلام بس أبونا اليوم قدي نحنا مدعوين للسلام قدي اليوم نحنا بحاجة إلى سلام داخل لا نقدر نعطيه للآخر بدنا نحنا نقبل أول شي نعيش على السلام مية بالمية لأنه نحنا عايشين بفوضى بفوضى فوضى بدنا السلام ولكن ما منعيش السلام لا شك أنه النشاط اللي انتو فيه كعائلة فرنسيسية كتير مهم بس هل انتو قدرين تشكلوا فرق؟ هل قدرين تزرعوا فعلا السلام والمحبة من خلال عملكم اللي عبدوهم فيه على الأرض؟ هو لازم نكون وهذا السؤال كمانا نطرح أنه كيفنا نحنا بعدنا اليوم كفرنسيسيين بلبنان عم نعيش هالنبوءة يلي بلشها مار فرنسيس واللي خلطوا يكون أصلا كفرنسيسيين عنا حراسة الأراضي المؤدسة يلي حراسة الأمكان المؤدسة بالأدس و بالمناطق كمان بسوريا و كل مناطق الشرق بسبب هاللي كو اللي صار بين فرنسيس واللي كو الحب والأخوة يلي صار فنحنا مدعوين اليوم نعيش هالسلام إنو شاطرين نقول يا رب استعملني لسلامك ونمصد فيها بس قديش نحنا نعيشها ضروري نبلش اليوم ونخلق جماعات نخلق عديلة ومحبة يلي دورة كمانا تكون عم تسعى للعديلة بين مجتمع الأدين كلها سوى بش بس إنو كمسيحيين في كمانا الجماعيات البيئية يلي كمانا سلام مع البيئة سلام مع الخليقة سلام بش بس إنو بدأ نحكي إنو بين بعضنا البعض كمانا بتطال الخليقة وهذا كمان بتحكي عنو الوسيئة بير قبل ما أخطب معك شو الكلمة التي تحبت وزوها للمشاهدين اليوم؟ على أمل نكون عن جد فرنسيسيين كل واحد كل إنسان مسيحي مضعو يكون فرنسيسي لأنو كلنا بحاجة اليوم لعاء بعالمنا لفرنسيس فرنسيس أنت وأنا وكل واحد لحتى نقدر نعيش مع بعضنا البعض دعوتنا كمسيحيين إن شاء الله هالسلام يكون عم بعم قلوبنا ووطننا وشرقنا وكل العالم الله يصبتك أبونا بهالدعوة اللي دايماً عم بتخلينا نشعر بيع فعلاً قدين إحنا بحاجة للسلام بارد إرجع أشكرك عوجودك على اليوم مشاهدينا وصلنا لنهاية فقرتنا برايكم انتبع معكم موسيقى موسيقى موسيقى